موسيقى الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يبحث مع المبعوث الاممي مستقدات الاوضاع في اليمن الميليشيات الحوثية تتعمد تدمير الاثار اليمنية وتحاول طمس تاريخه العريقة موسيقى أصيرا على المنافذ البحرية خدمة لمصالح قوى إقليمية تدعم إطالة الحرب في اليمن موسيقى الخامسة والنصف في توقيت العاصمة صنعاء مرحبا بكم ناقش الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ سلطان البركاني المبعوث الاممي إلى اليمن مارتين غريفيذ الحل السياسي في اليمن ودور المؤتمر في صناعة السلام وتطرقا إلى أهمية معالجة الجانب الإنساني وضرورة فاتح مطار صنعاء بما يخدم المدنيين ويخففهم منعاناتهم ودخول مواد الإغاثة الإنسانية بسلاسة ووصولها إلى المحتاجين في مختلف مراتق الجمهورية دون أي إعاقة وقد أشار المبعوث الاممي إلى اليمن أهمية دور المؤتمر في عملية السلام ومشاركته في المفاوضات القادمة بفعالية كاملة وأكد الجميع أن يمارس وفد موحد ومستقل المؤتمر الشعبي العام دورا كاملا في صياغة مشروع السلام والتسوية السياسية وأكد الطرفان على أهمية تطبيق القرارات الدولية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتوفير الطمأنين والأمن والسلام لجيرانه والملاحة الدولية وأن على المتحاربين أن ينحاز إلى خيرات الشعب اليمني المتطلع للسلام وأن دور الأمم المتحدة سيعمل بوتيرة عالية خلال الفترة القادمة لإنجاز مشروع السلام متكامل ولن تقبل بأي إعاقة أو عرقل لعملية السلام من أي طرف كان وعلى مختلف القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بشجاعة في تحقيق السلام لأنه خيار وتطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية واحترامها ووضعها موضع التنفيذ في الشق السياسي والعسكري وهو الأصل وقد تمنى الأمين العام المساعد وللمبعوث الأمم الدولي التوفيق والنجاح بإنجاز مهمته وعبروا عن سعادتهم باستيعابه الكامل للأوضاع في اليمن والمشروع المستقبلي للتسوية السياسية حضر الاجتماع عبدالله أحمد غانم وعادر الشقاع وصالح أبو عوجاء وعبد الكريم شايف أعضاء اللقنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى ذلك أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربي أن المؤتمر سيبدأ مرحلة التحدي والبناء وقال في تغريدة له عبر صفحته بمواقع التواصل لاجتماع تويتر أن المؤتمر الشعبي العام يستعيد اليوم ثقة دول الإقليم والمجتمع الدولي ليبدأ مرحلة التحدي والبناء والمواجهة مؤكدا أن من يريد تقسيم هذا الحزب الوطني الرائد أو الهيمن على قراره سيفشل مشيرا بأن الحزب سيسهم في الحل السياسي وتحقيق السلام المنشود بفضل وحدة قيادته وقواعده الرافضة للتنازل عن الثوابت والخنوع للتهديد وقال الدكتور القربي أن الجميع يدركون جيدا الهدف من التحريض ضد المؤتمر الشعبي العام والإساءة لقاداته دحرت القوات الحكومية مليشيات الحوثي من عدة مواقع كانت تتمركز فيها في جبهات المواجهة في صعدة والبيضاء وحجة وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد هزائم متتالية لمليشيات الحوثي الإرهابية في جميع جبهات القتال ففي محافظة صعدة تتواصل معركة الكرامة لتطهير المحافظة مصدر عسكرية أكد أن المعارك باتت على مشارف صحار الشام ومثلثة باقم بعد السيدرة على سلسلة جبال البركان والمجملة والمصدرة وأشار المصدر أن المواجهات لا نفجرت في جبهتي كتاف البقع وفي جبهة علب باقم حيث تمكنت قوات الجيش من التواقل في جبهة البقع قربا فالله تم السيطرة الكاملة على هذه التباب والآن نحن إن شاء الله على مشارف كتاف أما في الملاحظة فقد طردت عصابات الحوثي من مواقع هامة فيما شنت القوات الحكومية قصفا مركزا على مواقع ومخازن الميليشيات نحن الآن مسيطرين على جميع التباب ومطلين على مركز جمع كتاف إلى ذلك ذكرت مصادر عسكرية أن مسؤول التجنيد في الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة المدعو على حمود جولة قتل مع العشرات من مسلحيه في معارك مع القوات الحكومية وفي حجة دحرت ميليشيات الحوثي من كامل منطقة الكتف آخر تحصينات الميليشيات التي تفصل بين مديريتي ميدي وحيران جاء ذلك في معركة عنيفة بدأت بزحف مباغت للقوات الحكومية وانتهت بإحكام السيطرة على مواقع الميليشيات المعركة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف مسلحي الحوثي مصادر عسكرية ميدانية أكدت أن السيطرة على منطقة الكتف المطلعة على وادي حيران تمكن القوات الحكومية من التقدم جنوبا باتجاه مديريتي عبس وحيران إلى ذلك كشفت رمال ميدي عن عشرات الجثث لميليشيات الحوثي وقد تحللت والتي خلفتها عصابات الحوثي قبل هروبها من متارسها وفي سروعة شنت القوات الحكومية هجوما أسفر عن تحرير موقعين كانت تتمركز فيهما ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب تبة المطار قرب محافظة مأرب وأكدت المصادر أن عددا من عناصر الميليشيات الظلامية لقوا مسرعهم وجرح آخرون فيما لاذ بقية عناصر الميليشيات بالفرار مخلفين وراءهم جثث قتلهم وأسلحتهم وفي البيضاء دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية وفي البيضاء دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الكهنوتية في عدة مواقع بمديرية السوادية مصدر عسكري أكد أنه تم تطهير كامل مواقع خدار العرجاء وجاري دحر الميليشيات من جبل الخليقة فيما استكملت القوات الحكومية تحرير مفرق اليسبل الأغوال ولفت المصدر أن تقدم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية متواصل وسط انكسار الحوثيين وهروبهم من مواقعهم تتعمد ميليشيات الحوثي تدمير الآثار اليمنية وتسعى بكل السبل لطمس التاريخ اليمني القديم والمعاصر وتحلم بالعودة بعجلة التاريخ إلى الوراء لكنها تعجز أمام إرادة وعزم اليمنين الذين خبروها جيدا اليمن زاخرة بالمعالم التاريخية الغنية منذ أقدم العصور حيث أنها خلفت إرثان حضاريا لا يستهان به على جميع الأصعدة والآثار الماثلة على الأرض اليمنية تشهد على عراقة الإنسان اليمنية منذ الأزل لكن جماعة الحوثي عمدت وبكل الطرق إلى تدمير اليمن الأرض والإنسان الميليشية الحوثية التي تفتقر إلى أي هوية أو تاريخ دابت منذ سيطرتها على أجزاء من البلاد على تخزين الأسلحة وإخفائها في العديد من المتاحف الوطنية وفي مناطق ذات أهمية تاريخية وأثرية إضافة إلى تدمير ممنهج وعبثي للكثير من المعالم الحضارية والتاريخية لتمارس بذلك أبشع انتهاكات يجرمها القانون الدولي والإنساني خلال فترة الحرب التي لا تزال لضاها مستمرة وكشف التدمير والتفجير والنهب للآثار حجم العداء التاريخي الذي تكنه هذه الميليشيات الإرهابية للتاريخ والحضارة اليمنية مؤخرا تعرضت صنعاء القديمة لحملات تشويه وتدمير متعمد وممنهج تمارسه الميليشيات التي شوهت مظاهر العاصمة الجمالية وعليها رسوماتها وشعاراتها التي أدت إلى إتلاف الألوان الأصلية لصنعاء القديمة التي تعد ضمن لائحة التراث العالمية متحف صنعاء الحربي هو الآخر تعرض لعمليات نهب كبيرة من قبل الميليشيا الحوثية التي طالت بعض الشواهد التاريخية ومحتويات المتحف من كتب ومخطوطات وغيرها في وقت كشفت معلومات عن اختفاء العديد من القطع الأثرية الثمينة التي اختفت من المتحف واستمرارا لجرائم الميليشيا الحوثية في استهداف المتاحف الأثرية التي توثق تاريخ اليمن القديم فإن أحد أهم المعالم التي دمرته كان المتحف الوطني بتعز حيث شنت قصفا بالمدفعية الثقيلة استهدف مقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات وأدى إلى احتراق المتحف الوطني والمخطوطات الموجودة فيه مأرب المدينة التي تزخر بمعالمها التاريخية تعرضت هي الأخرى لقصف عنيف من قبل الميليشيات الحوثية حيث أكدت إحصائية أخيرة للسلطة المحلية أنها حصرت أكثر من 25 موقعا أثريا طالها القصف الحوثي موضحة أن هناك أكثر من 85 موقعا بحاجة لإعادة الحصر والترتيب التقارب الذي ظهر مؤخرا بين ميليشيات الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين حزب الإصلاح يعكس طبيعة الدور الذي تلعبه الجماعتان بما يخدم مصالح قوى إقليمية ودولية تسعى للسيطرة على منطقة باب المندب دون الاكتراث لمعاناة الشعب اليمني التحشيد الكبير للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي ومنطقة باب المندب يعكس حقيقة الدور الذي تلعبه كلاعب محلي يقاتل بالدرجة الأولى تلبية لرغبات وأطماع خارجية التحركات المشبوهة لثلاثي الشر إيران وتركيا وقطر على الجهة الغربية من باب المندب بدءا بإيريتيريا مرورا بجيبوتي وصولا إلى الصومال التي تم فيها إنشاء غرفة عمليات مشتركة عكست طبيعة المؤامرة التي تحاك ضد اليمن والمنطقة بهدف توسيع الصراع من الصومال إلى الخليج التقارب في مواقف إيران ممثلة بالحوثيين من جهة وتركيا وقطر ممثلة بجناح الإخوان المسلمين في اليمن جمعت الإصلاح من جهة أخرى ظهر بوضوح في التعاون اللوجستي والإعلامي بين ثالوث الشر والذي تسبب في إجهاض انتفاضة الثاني من ديسمبر وتصفية الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح أحداث ديسمبر الإجرامية كشفت طبيعة التناغم الحاصل بين الجماعتين وظهر ذلك بوضوح من خلال زيارة الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام إلى اسطنبول حيث التقى بعض قيادات جماعة الإصلاح المقيمة في تركيا لم يمضي شهر على تلك اللقاءات المشبوهة حتى أعلن العميد طارق قائد قوات المقاومة الوطنية بدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير وتأمين ساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية جماعة الإصلاح جن جنونها من العملية العسكرية وهرعت من فورها إلى تشويه صورة قوات المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في تقارب واضح وفاضح مع الميليشيات الحوثية التي قامت بالتحشيد الإجباري والتصعيد الإعلامي خدمة لمصالح إيران وتركيا وقطر في منطقة باب المندب وها هي عمليات تشويه المتكررة تكشف حقيقة الجماعتين الطامعتين في الوصول إلى السلطة وإن كان السبيل إلى ذلك تقسيم اليمن إلى كنتونات وتشكيلات عسكرية لكن الجمهورية لها حراس يحمونها وللبلد قوات مقاومة تقاتل جنبا إلى جنب مع كل الفصائل الوطنية المعاهدة على أن لا ترى الدنيا على أرض اليمن عميلا مرتهنا أو وصيا وإلى محافظتي الدمار حيث اقتحمت ميليشيات الحوثي الإرهابية لكلية المجتمع وعبث مسلحها بمحتويات القاعات الدراسية وأكد شهود عيان أن مجامعة مسلحة اقتحمت مبنى كلية المجتمع الداخل حرم جامعة دمار أثناء أداء الطلاب للامتحانات النصفية وذلك من أجل فرض طالب حوثي لم يواضب يوما واحدا على الدراسة ويفقا لمصدر في الكلية فإن الطالب سبق وأن تم فصله إلا أن جماعة الحوثي الإرهابية أرادت أن تعيده بقوة السلاح فاقتحمت الحرم الجامعي للكلية وقال المصدر أن عصابات الحوثي أحدثت توضى في قاعات الكلية مرددين شعاراتهم الطائفية يشاره إلى أن ميليشيات الحوثي تمارس ملشنت جميع قطاعات ومؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات التعليم التعليمية أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومباي الحاجة لجهود دبلوماسية قوية في سبيل منع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي سوريا واليمن بشكل خاص جاء ذلك في بيان للوزير الأمريكي بيوم الشؤون الخارجية نشرته شبكة الـ CNN وقال علينا أن نتصدى للتهديد من الإرهاب ومن الأماكن ذات الحكم الضعيف جدا وأردف قائلا هذه كلها تحديات كبيرة ولكنني واثق من أن أفريقنا قادر على تطوير استراتيجيات وأثار دبلوماسية قادرة على حلها حذرت منظمة الأمم المتحدة من الوضع الصحي الذي تعيشه النساء الحوامل في اليمن في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات مشيرة إلى أن اليمن واحدة من أعلى نسب وفيات الأموهات في المنطقة العربية وأن مرأة حامل تموت من كل ستين حالة وهي أعلى نسبة في العالم وضع صحي مترد تعيشه النساء الحوامل في اليمن في ظل استنوار الحرب وسيطرة الميليشيات الكهنوتية التي دمرت البلاد على مدى أكثر من ثلاث سنوات الأمم المتحدة قالت أن اليمن تمثل واحدة من أعلى نسب وفيات الأموهات في المنطقة العربية مشيرة إلى أن خطر وفاة المرأة لأسباب ضد صلة بالحمل واحد من كل ستين حالة وأضافت في بيان لها أن القابلات في بلدان مثل اليمن والصومال والسودان يبذلن جهودا كبيرة لمساعدة مجتمعاتهن بأبسط المقومات وأن بذلك يلعبن أدوارا لا غنى عنها لإنجاز مهام تصف بالبطولية تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى أن القابلات في اليمن يتحدن الظروف القاسية وأن الفقر يفاقم من سوء التغذية ويمنع النساء من إجراء فحوصات منتظمة يحتفل العالم باليوم الدولي للقبالة في الخامس من مايو من كل عام للقضاء على الدور المهم الذي تقوم به القابلات وخاصة في المجتمعات التي تعيش ظروفا قاسية وتنقصها متطلبات الحياة الأساسية لا سيما تلك المجتمعات التي تشهد اضطرابات وحروبا أهلية الصراع في اليمن أزاد من تفاقم الحالة حسب ما أكدته الأمم المتحدة والذي بدوري أدى إلى تعطيل خطوط الإمداد الحيوية وتأكل الرعاية الصحية فضلا عن تفشي الكوليرا والديفيتيريا الذي جعل الحوامل والأطفال حديثي الولادة أكثر ضعفا من أي وقت مضى وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين امرأة وفتا في سن الإنجاب في جميع أنحاء اليمن بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية وأكدت الأمم المتحدة غير مر أن نقص الغذاء خلف آثارا سلبية على حياة الأمهات الحوامل حيث تعاني أكثر من مليون امرأة من سوء التغذية يوم المرجح أن تصاب حوالي خمسة وسبعين ألف من هولى النساء بمضاعفات متعلقة بسوء التغذية الحاد النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل طرق التعامل مع الألغام والوقاية من مخاطرها في دورة تدريبية في مأرب يأتي أسبوع المرور في زمن الميليشيات يتيماً من الفعاليات والأنشطة التي كانت تنفذ في هذا الأسبوع بهدف نشر الوعي المروري في أوساط المجتمع للتقليل من مأسي الحوادث المرورية هكذا كان يحتفى بأسبوع المرور العربي في العاصمة صنعى وبقية محافظة الجمهورية كسائر الدول العربية والذي يبدأ من الرابع وحتى العاشر من شهر مايو من كل عام كمحطة توعوية تستهدف كافة الشرائح المجتمع أسبوع حافل بالمحاضرات التوعوية وتوزيع الملصقات الإرشادية على المرة ومستخدمي الطريق بهدف نشر الوعي المروري في أوساط المجتمع والتقليل من خسائر الحوادث المرورية التي تحصد الآلاف وتكبد البلد خسائر بشرية ومادية فادحة وها هو هذا الأسبوع يمضي للعام الثالث على التوالي منذ أن سيطرت المليشيات الحوثي على العاصمة صنعى وبعض المحافظات بقوة السلاح وحولت مؤسسة البلد إلى تكنات النهوة لمسلحيها وقضت على دولة النظام والقانون التي كان ولا يزال اليمنيون يحلمون بعودتها الرجل المرور الذي كان كشجرة السامقة وسط الطريق يرشد المرة وينظم حركة السير استبدل بمسلحي المليشيات الذين لا يفقهون سوى الضغط على زناد البندقية التي تكون في الغالب أطول من حاملها كون المليشيات الحوثية اعتمدت على تجنيد الأطفال المغرر بهم الذين تقتادهم إلى المحارق في معاركها العبثية وتستخدمهم في تنفيذ أجنداتها وأهدافها الطائفية والعنصرية المقيتة كانت المركبات والناقلات التي لا تحمل لوحة المعدنية تعد مخالفة وجريمة تستوجب اقتياد صاحبها إلى إدارة المرور وتحميل غرامات مالية وإلزامه باستكمال الإجراءات الجمركية فيما أصبحت السيارات ذات اللوحات المعدنية تكاد تكون نادرة الوجود في مناطق سيطرة المليشيات التي تتعمد إزالتها مما ساعد في زيادة الفوضى وانتشار الجريمة وعمليات السلب والنهب والاغتيالات التي لم يلمس المواطن اليمني سواها منذ أن حلت هذه المليشيات كنقطة سوداء في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر يقيم المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام التعاون مع منظمة اليونسف دورة تدريبية للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب الدورة التي تستهدف ثلاثين مشاركان ومشاركة من نشر التوعية بالجمعيات غير الحكومية في مختلف المدريات التي زرعت فيها الألغام تهدف إلى إيصار رسائل توعوية للحذر وتجنب الأماكن الخطرة مع الابتعاد عن الأجسام الغريبة والعبث بها وكيفية التعامل مع الألغام ارتفاع أسعار الأراضي في العاصمة صنعاء في ضوء الإقبال المتزايد لشرائها من قبل القيادات الحوثية والأسواق اليمنية تشهد حركة للمشتريات قبيل شهر رمضان بالرغم من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني نبدأ جولتنا الاقتصادية محليا حيث تواصل قيادات ميليشيات التمرد الحوثي عمليات البصل والنهب لأراضي ومتركات الدولة في العاصمة صنعاء لبناء مشاريع استثمارية تجارية وسكنية خاصة تمويلها من الإرادات العامة للدولة التي تنهبها وتسخرها لمشاريعها الخاصة وإثراء مشرفيها وتواصلا لمسلسل النهب وفيدي أراضي الدولة الذي طال مختلف أحياء العاصمة بصدت الميليشيات بقوة السلع على أراضي الدولة في حي سعوان شرقية العاصمة صنعاء وفي ذات الإطار شهدت أسعار الأراضي في العاصمة صنعاء ارتفاعا ملحوظا في ضوء قبال قيادات الميليشيات على شراء الأراضي بأموال الدولة التي نهبت من إيرادات الدولة والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار وتستغلها لبناء مشاريع استثمارية وتجارية في مختلف أحياء العاصمة بدأت الأسواق اليمنية بعملية الشراء والبيع لمستلزمات شهر رمضان المباركة حيث تشهد حالة من حركة السوقية المشتريات من المستلزمات الرمضانية وعلى الرغم من التدهو الاقتصادي وعدم صرف مرتبات موظفية الدولة لما يقارب العامين إلا أن الأسواق اليمنية خلال موسم شهر رمضان المباركة تقتض بالمتسوقين لشراء الحاجات الضرورية التباضأ نمو القضاع الخاص غير النفطي في السعودية في أبريل الماضي مسجلا أدنى مستوانه في تسع سنوات في ظل مساع الحكومة لمواجهة انخفاض أسعار النفط وانخفض مؤشر المشتريات الخاصة بالسعودية إلى 51.4 نقضة خلال الشهر الماضي من 52.8 نقاض سجلها في مارس الماضي وسجل المؤشر بذلك أدنى قراءة منذ إطلاق المؤشر في عام 2009 وأوضحت البيانات أن هبوض المؤشر جاء بسبب انكماش الطلبات الجديدة إضافة إلى تراجع طلبيات التصدير خلال أبريل الشهر الثالث على التوالي وأخيرا تشد المدن السودانية ارتفاعا حدا في أسعار المحروقات في مدن سودانية عدة جراء نقص في الديزل والبنزين ما أجبر المواطنين على الانتظار لساعات خارج محطات الوقود وبدأ النقص في الوقود مطلع أبريل تركزت أغلبها في العاصمة الخرطوم مع تصريحات المسؤولين بقرب انتهاء الأزمة وتسبب هذا النقص بزيادة سعر البنزين بالسوق السوداء بمعدل خمسة أبعاف بحيث بلغ مئة وخمسين جنيها سودانيا مقارنة بسبعة وعشرين جنيها هو السعر الرسمي في محطات الوقود انتهت النشرة إلى العنوين الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بحثوا مع المبعوث الأممي مسجدات الأوضاع في اليمن الميليشيات الحوثية تتعمد تدمير الآثار اليمنية وتحاول طمس تاريخه العريقة الصراع على المنافذ البحرية خدمة لمصالح قوى إقليمية تدعم إطالة الحرب في اليمن إلى اللقاء اشتركوا في القناة